الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله أن يبارك لهذين الزوجين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير والعبد إذا رزقه الله نعمة من النعم فالواجب عليها أن يقابلها بالشكر وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا زيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فأخونا العريس أخونا أحمد حفظه الله تعالى كون الله إنهم عليه ويزوج فالعلم قالوا علامة السعادة ثلاث إذا أعطي العبد شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر وإذا لو ما مركت من المجلس ده إلا بالتلاتة ذهي الكفاية جدا أنت يا إما تكون في نعمة تشكر الله سبحانه وتعالى يا إما تكون في ابتلاء تصبر يا إما تقع في زنب إذا وقعت في زنب تستغفر الله سبحانه وتعالى وأنا ماذا أتطوّل لأنه الإخوة تكلموا قبلين ولأنه الجمعة والناس عشان تستعيد لكن بس دار أذكر مثلا باختصار شديد جدا ذكره الله تعالى في القرآن والبركة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب والناس أجماعة في الاختلاف لمن اختلفوا في مسألة من المسائل ارجعوا للقرآن والسنة قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فاردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل وقال جل وعلا واختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم المثل لا جماعة في سورة الكهف وكلنا قاعدين نقراوه ويأكلوا أما نشبعوا ويزوجوا ويزوجوا وكذا ويسافروا بره ويجوا فجأة الأمور تضيق على الناس يبقوا في ضيق ولك الغلاء والبلد دي وزهجنا ونعمل شنوه وكذا 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 أزعار ارتفعت واحدين مرقوا بر الشارع قالوا تسقط بس واحدين وين واحدين حرقوا لساتك واحدين يعاينوا لناس الدين وصارين وشهون والله يكون لهم الموضوع ده جماعة باختصار شديد جدا قال الله جل وعلا ذلك بأن الله وده كلام الله ماتت لو لو بعدين يضايقوا السر لنا نحن صار إلينا ليه ذلك بأن الله لم يكم غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ده كلام الله نحن نسوي لك شنو يعني ده ما الله قال كذر سبحانه وتعالى عظيم جل وعلا ومن أصدق من الله قيل ونصدق من الله حديثا قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ولذلك رب العزة والجلال ده المثل ده لنتكلم عنه في سورة الكهف قال واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَا تكذير؟ انتبع للمثل ده كويس في نفرين واحد كافر واحد مسلم مؤمن الكافر الله سبحانه وتعالى ادىه بستانين جنتين جعلنا لأحدهما جنتين لبستانين قالك من أعناب البستان ذاته ما قاعد يزرع يعني شيء خدره ولا بزرع له برتكان أعناب عينب والحيطة بتاعت البستان قالك ما الحيطة دي ما سلك شايك ولا شوك الحيطة ذاته نخل حففناهما بنخل يتجب النعمة دي كيف وبين البستانين في زراعة وفي نهر كما قال البغوي رحمه الله في كتابه معالم التنزيل في التفسير بين البستانين ذاته في نهر أنهار جارية يعني زول في نعم قال كلتا الجنتين اللي اتنين اللي اثنتان كلتا الجنتين آتت أكلها يعني الثمار بتاعته ولم تظلم منه شيئا الظلم هنا النقص كما قال ابن عثيمين رحمه الله يعني قال لك لما نجي وقت الثمار تنضج وكذا وكذا والحصاد البستانين دي لما انتعايق للبستانين بتلقاه قال لك يجيبنا الثمار كاملة لا تنقص شيئا الكافر بدل يشكر الله سبحانه وتعالى ويؤمن بالله ويستخدم هذه النعم ويستعمل هذه النعم في طاعة الله طوال ما سك يد المسلم وطاف ذيه على البساتين طاف ذيه بيقول له شوف الشغل لك والله بيقول له أنا الشغل لك طاف ذيه قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا أصلا قال البساتين دي ما بتنتهي يجي يوم كذي تنتهي ماف وما أظن الساعة قائمة ماف قيامة انت تعبان زي قال تبجيدي الصدق وقيامة أنا قال له ما بتصدق ياهوز البساتين دي قيامة ماف ولو في ذاته هي ماف قال ما كافر قال لو في هي ماف لكن لو في ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا يعني بعد أن قلب للآخرة وأمش للآخرة لو في آخرة أنا بلقى أحسن من دي لأن أنا كريم عند الله كما كريم ما كانت دانيل بستانين دي شوف الفهم شكي الله سبحانه وتعالى قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم فكان زول تغي ياخ زول كويس ياخ ما شايف الله داني نعم كيف وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا قدر ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا أنا زول ياخي بصلي لها الله لي ياخي أكون مفلس كذي أهانني الله قال كلا ولذلك رب العزة والجلال قال كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة الله بتليق بالشر امتحان فقر وضيق وجوع وعطش وزهج وتعب وغم مشاكل في البيت مشاكل مع المرأة الولد يمرق ما يجي الولد التاني ما ينجح وذاك مفلس وشيك ضارب وبيجاه يدقه فيك مقلب في السوق وبيجاه يلاقوك ديلي قطعوك يصال ومشاكل تقيلة جدا في الدنيا دي تكون بس كاتما معاك كذي والله ومرات الله يفتح عليك تراه محل ما تمش لما انتصل درجة اختر ذاته من الغنى تخش السوق تقولها الناس دي مفلس ليها ما هذا شغل ده ماشي الناس دي ما بعرفوا يشتغلوا ولا شنو والله لما لجيت واحد بتاع ركشة كاتب فيها فهم وراه فهم بتاع شنو تقال الرزق بالفهم رزق داق من الله يخفي ناس ما بعرفوا يكتبوا يسمون واحد الله والتاني تلقاه زول من اعلم خلق الله تلقى مفلس ما لاقي ياكل ولذلك يا جماعة الله يبتليك بالغنى ويبتليك بالفقر فما تختر زي الزول ده الزول الكافر ده اختر قال له صاحبه وهو يحاوره ده المؤمن اكفرت ما قال له اكفرت بالله لا لذكر قال له اكفرت بالذي خلقك من شنو من تراب قال خلقك من جوزهند ما من تراب قال خلقك من شنو من تراب ثم من نطفة الموعزات الخلقك من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا انا قال له موحد وشكي الزول الموحد ما يتكلم في التوحيد بخجلان تخجل لجنو وديلي اخ بتفاخروا بشيوخن وشيخ مات مكفن الكفن ما فيه جيب يعني ما عنده شي يعني وزول جوه قبره ده ما عنده شي شيخه ده لو الدوجيني هين ما يعني في خطة وين لانه ما عنده جيب ذاته مكفن جوه وقاعد له في تراب وفي شبر وزول ميت بيعتغد فيه وتلقاه يتفاخر به ولا بيخجل تقول له عقلتك في منه يقول لك عقلتك في الفقرة ولا بيخجل انت ما تخجل عقلتك في فقرة وانت فقير تمشي لي فقير زيك والله قال سبحانه وتعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ايشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز والله ناس والله يشوف اي زول بتعشيرك ده زول خايب ما عليش زول خايب عديل كذي لانه ما ممكن تجيب كربة نادي في الرجال بذل تنادي الله يعتمد علي الله ما شفت موسى عليه السلام في القرآن قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا انما يمنو ربه سيادين ما قال ليون العصايا قاعدة ولا قال ليون هديل الرجال قاعدين انما عي يا ربي سيادين هسي ده جيه كربة نادي يا المكاشفي يا كباشي يا صايم ديم وماتوا ماتوا وتقول الكلام ده يزعل يقول لك هسي تجايب ديل ليشنو ما عقيدتهم فيون هسي كان قلنا في ناس نادو شارون وناس نادو ترمبا والليزهم هنو وناس نادو اوباما وناس نادو هنو يسكت زايد لانه ديل ما في هنا عقيدة اصلا مجار وما في هنا عقيدة لكن مما تجي في شيوخ معينين الناس بيسرخوا لانه دمحة للجرح دمحة للعوارة والناس لازم تعالج المشكلة لازم تعالج علاج الدكتور ده بقول لك عديل التهدول عندك زايدة ارقو تينة برقدك تبتح بطنك بشروطة لك مرات يديك بنج شروطة لك يطلع المرض ويلتقى لك تاني والله بقمارك تحرقك شوية تقول لك شكرا والله يعالجتني مع انه شرط بطنك نحن ماذا نشرط بطن ولا ظفر يا ناس الناس يا اختنادي الله يا اخي وزاته ده شغل غريب والله الذي لاي لا غيره اذا كان مسلمين لاسي الناس بتدعون يحسن وظنهم في الله ما يلجأوا للأموات يعني الكفار ديلك نمشي لهم متين ان داري عارف ناس امريكا والمجارمة بريطانيا وديل ذاته روسيا وغيره ديلي مشوا لهم متين اذا مسلم بيدخل الجامع بيكتب قدام محل الإمام ممنوع التحدث في الدين ممنوع التحدث وحدين كمان بيقولوا لا يجوز الكلام لا يجوز حكم شرع عزين لا يجوز والله قال في بيوت أذن الله ديال داري كفلوا الإذن في بيت الله حرب تجد قل لي اخا الغلاء والتعب ما اصلوا الله بتليك يتقال رزق عن حكومة واسم جابوا لك عمر بن عبد العزيز خدتوا لك خلاص يعني بترتاح الرزق ديال ما عارفين وين ذاته والله قال لك وفي السماء رزقكم وما توعدون لأنه في ناس بتلوله قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إذا زول الله بيقسم ليه وبيحلف ليه إنه رزقه فوق ولسه بجادل هنا في الأرض نغنعه كيف تان نغنعه كيف إذا في بيت الله بحارب الله الله هنا ما يشكره في بيته ما يشكره لأنه قضيتهم مشكلتهم مع الناس الممنعون والله ما مشكلة الطلاق ولا مشكلة عدة هس كلمت في أحكام الطلاق في المسجد زول ما بيسألك كلمت في أحكام العدة زول ما بيسألك كلمت في الطهارة ما بيسألك الصلاة الصيام الحج التقوى بر الوالدين صلة الرحيم الاحسان إلى الجار زول ما بيسألك مجرد ما تجي لإبداية الإسلام تشرح لا إله إلا الله المهزن تلقى به صوت عالي لما نهجمك أنت مصنقر في الكرزي نعسان يصحيك يقول الله أكبر وفي أعزانه يقول أشهد أن لا إله إلا الله تجي تشرحه وقال له المهزن ذاته قال له نشهد أن لا إله إلا الله أول ما تشرحه أول زول عمك المهزن بيقوم شاكلك يقول لك ماذا يرينا الكلام ده وإنت أزنت ما كانت تفوت لا إله إلا الله أنت قلتها له في الآزان نحن لأننا شرحها لا إله إلا الله يعني ما تعبد إلا الله يا أخي يعني إنت لمن في الصلاة تقول إياك نعبد وإياك نستعين أبقى قدرة الكلمة دي من تقول يا الله أنا ما بعبد إلا إنت إياك نعبد وإياك نستعين ما ما استعين إلا بكتة ليه تعتر برة نادي يا فلان ويا علان والحقون وفزعون نادي لك رجال زيك يا أخي ورجال ماتوا تناديهم ليه وماتوا تناديهم ليه وتوكل على الحي الذي لا يموت ونساوين كمان أنا والله مرة زيدي ما أقعد معاه يومين مرة تجيها قربة نادي لا راجل يا فلان ويتقاعد جنبه معناه يتماما لعينة وهنا هذا الراجل معناه يتماما لعينة بتزيل فيك ويتم ما جاي بخبر وتمشي شغلك هي تمرك بيجاي تلفح توبة تتخارج وتمشي بيغادي للفكيه أبوي الشيخ ده رليجنا والمشا السوق ده بيسوي في شنو ده التيز ده اللافي ده ده بيسوي في شنو يا ناس دي كلها لخبتا والله ده سبب البلا أقروا القرآن ده لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا قال لهن ولولا إذ دخلت جنتك قال له كذي ولولا يعني هلا ولولا إذ دخلت جنتك قبلت لمن تدخل بستانك للكافر ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا أخي قال لي يا أخي أنسب الفضل لله يا أخي يا أخي الله في القرآن قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها والله ما هذه صفة زميمة جدا صفة قبيعة والله من أقبح الصفات الله يدكني عم وتشكر غيره تثني عليه غيره ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا لأنه قبيل قال لي أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير البغوي قال عسى في القرآن واجب يعني عسى مش احتمال لما نقول لك عسى في القرآن ما معنى احتمال معنى الشيطة بيحصل أنا عقيت فيها الله إنه بالدين قادر الدين أنا كان سألت بالدين وهو قادر الدين فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا بتاعتك ديت الفرحان بهذه عندك بستانين بستانان فرحان بين ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا تقع في الواطن دي تنشف وتبقى صفراء تنشف وتتحتى أو يصبح ماءها المويل بتزقي دي المويل بتزقي الزريع أو يصبح ماءها غورا ادخل في الأرض تاني ما يجي مارك فلن تستطيع له طلبا ما بتقدر تمر قتاني رب العزة والجلال أهلك الجنتين والله قال فأصبح يقلب كفيه شوف ذات القرآن ده بليغ كيف وشوفه دقيق كيف جاب ليك حتى الزول ده حاله قبل النعم قبل المصيبة وبعد المصيبة فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول بيقول شنو ويقول يا ليتني لم أشرك ده سبب الهلاك انت قال الزول ده جنته راحا ليه يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وده سبب البلاء في البلد يا أخي أي غرياء فيها ساروخ موجه فوق أي غرياء فيها ساروخ فوق والله يا حاجة زي السورو المقلوب خاتنه ده ليه شنو يا أخي يا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى ليه اتخذوا قبور أمبياء مساجد قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا ده تحذير للأمة دي عجل الناس ما تعلم زي يعملون عزابة ما لاقين الزوج لافين في البلد عزابة شغالين يبكوا لهيب الشوق ورحل الغمام وجواي نغم أوك يبكوا إذا عزابة ما لاقي الزوج ما لاقي لمحة ليتلمى فيها ابنوها للميت ده هذا بيمرق متين والله ده إلا القيامة يا أخ والغريبة ساوين ليه وباب وزول ميت يا ناس الباب ليه شنو وترباز ساوين ليه طبل ومطبول القبة تلقاه مطبولة والنساوين برا ينادن الحقنة ومطبول لما نفتحوا ليه أول شيء وعمك ده مطبول ذاته يا ناس كلها يا غاوز يا أخ برا كوبة راب زول راجل تلقاه يميت يده كذي عشر الرجال ما ينزلوها تلقاه قاعد جنب القبر أبويا الشيخ أنا مفلس مفلس وده ما عنده جيب ذاته جوا مفلس بتعشنو فاقد الشيء لا يعطيه يا أخي تلقاه يرجف وحدين معلقين حجبات وحدين معلقين كموم في الطفل وحدين تلقاه نبكو وحدين نسو مرة قالوا جنب قبر قاعدة تبكي تنكسر ليه حفوا تنكسر ليه أنا أبويا الشيخ جيتك كم مرة ما حليت لي مشكلت ده وما بحلالكو في مشكلة الله يمرقهم وعمك ذاته في مشكلة وعمك مع ملائكة انت قال بحاضره وديه الممتحنه في جوه هنا من ربك وديه بره تناديه الحقنا وجوه في مصيبة ذاته والله قال في القرآن في سورة المائدة إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة شنو الموت قلوا يا أخي لواري تلقى مكتوب فيها يا مهال انت قال مهال قصدين بها الله مهال ده مكاشفي مهال قصدين بمكاشفي انت ما جايب خبر واحد تلقى كاتب يبشام وروق الدام ده قفل مرة واحدة يعني ده ما إنه ده الله كيف ذاته ميتين ذاته واحد بغادي تلقاه كاتب يا أبو كرون من العيون إذا تسمى مخيفة يا أخي أسمى أولياء أبو كرون وأبو جنزير وبعطل سيف ما فوالإسم حمودي والله إسم كلهم مجارما كلهم بتاعي اللقبة يا أخو بلاوي ويرجفوا منهم ويخجلوا منهم وكذا 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 ما سمعنا صحابي هسي ده الأفضل ولا الصحابة شيوخ ده الأفضل ولا الصحابة سأقول لهم تكايا دكاكين بس والله دكاكين بتاع التجارة ما القبة دي بدفعوا قروت جوه لا فيه ضرائب لا فيه زكاة لأنه ما مقبولة لا فيه عتب لا فيه دمغة لا فيه أي شي كورة وصندوق زي الأيتام وجدعوا له عمك ده هو فيما يدار لك رجوه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم تلقى عمك خاتل لابس سرواله ولابس له على الراجع وخاتل صندوق جنبه هاي أبو يا الشيخ ده والله يدو واصله يدو واصله ولا يدك واصله إلى الشغل ده انت دارا للشغل لأنه ما عارفين الحاصب والله الذي لا يلا غيره ولاه في البلد ديها ناس ومصائب عشان كذينا تراه تعبانين التعف ده كذي نجوع ونعطشون الضايق ونقف صفوف وكذي لما بلد وزاته كيف ما تكون صفوف كيف ما تكون إذا زول الدين بيجي يتكلم في الدين ما دار من الناس جينيه يتضايقوا منه وزول الغونة بيتفعوا له ملايين والناس بيتلموا له كيف البلد ما تضيق أنا دارا فيها ما تضيق كيف إذا عيش بجنيه وحفلة فينا هذي الضباط اللي هو الدلمين بخمسين جنيه ما تضيق كيف البلد أنا دارا عارفه ما تضيق كيف إذا بتاع الصعود شغال قالوا الصعود ذاته بيقبط صفوف والله عمار الممتاز شغال يدردموا في الصفة خلينها والله الذي لا يلا غيره السجار شغال حفلات شغالة تهبش موبايلات الشباب لو بتلقى ملانا محاضرات تفرح كلهم ملانا حوتوا سمكة وما بعرف وين وبلاوي بيجاي وداك دكتور واحد من نسمو دكتور عديل والله الذي لا يلا غيره وده بعالج ولا بيمرض القلوب ده واحد بيغادي برضو يرقص في راسه يا رئيس وقف المركب خلي الشباب يركب داري غرقهم معاو عمك ده برضو كل هوا سياق في البلد دين وحدين ينظروا في الدين في واحد قالوا في المنطقة دي شاء الله يسمع كلامي ده يجي ناغيش ناسي واحد دي في المنطقة بيسمو منو ولا ماذا تجيب اسمو نور الظلام ولا غير ولا جنك لك كلهم احنا ممنخها في نزول والله الذي لا يلا غيره والله وما رقل لها الشغلة دي أكفان جاهزة وصايا نجاهزة أسيب نتونس في الشارع واحد قال كتبت الوظية قبل أربع سنوات ده كانت ما في ليه واربع سنوات وده واحد جاهزة ما عندنا مشكلة مع هذا في نان حق ده نقوله إذا الله واحد بيزعلون نحن جاهزين لون والله اللي جوا يورونا الله كم نحن الله واحد بنقول نادو براو انتو الله عندكم كم يا الشيخ ويا فلان ويا علان وبلبلة ساي واحد تاني برضو في المنطقة دي ده كمان بنظر في السنة وينظر في الدين قال الدين ما اكتمل قال ممكن تبتدع عديل تبتدع دار تبتدع وتبتدع في الدين قاعدين في المنطقة دي هس بكون بيسمع فيه كلام إن شاء الله ييجي ما ترتر برضو جاهزين لك ندي الجوز شفته ستة صفر الليل والله الذي لا يلغر كلها قاعدين في البلد قال الدين ما اكتمل وفي بدعة حسنة وبدعة سيئة والله قال اليوم لما قال اليوم دي رسول كان حي وهي السمات كيف الدين يكون ما اكتمل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا تاني بعد دا تقول تقول لي في بدعة بدعة حسنة وبدعة سيئة ما فالرسول قال كل كل دي من الفاظ العموم بدعة ضلالة تاني بيش وده الموضوع طويل وبعدين نختم الكلمة عشان نميش شوف ما تبقى معايزه ذات ما تبقى معانا شغل هذه فيها لقبة كثيرة والله ما شوفت الحزاب دي والجماعات دي لقبة ونحن ما حزب ولا بتاعي لقبة لكن في النهاية احزاب لا تبقى انصار سنة لا تبقى صوفي لا تبقى اخو مسلم لا تبقى حزب تحرير لا حزب امة لا ايسي ابقى بس مسلم كفاية ولا مكفى لا شيوعي في شيوعين برضو في واحدين كمان بيسبوا دين برضو في البلد دي واحد تلقاه شايل له كيز لبن اقع منه يسيب دين انت الدين علاقته باللبن شنو انت اللبن يتكشح ياخ ما تشوف الغنماية ولا تشوف لك حاجة تاني بتسب في الدين ليه ولا تشوف كيزا كتا سبوا في الدين ويزوا لي سب الدين دا مرتد كافر بالله تعالى عينا كذي سب الدين كافر عينا كذي وزاتوا فلان بالفلان يعني لو مادا ايدي فنو زي وزي سي وزي ما في صلاة ولا غسيل ولا كلام زي دا سي وزي وزي ما تبقى والله الله قال في القرآن ولين سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهذئون لا تعتذروا قد كفرتم كفرتوا يدت ذاته قد كفرتم بعد ايمانكم كفر عينا عديل كريم سب الدين ما انبو ولذا كلام طويل جدا والكلام يطول خليك ذو الحرب بس مؤمن مستقيم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة ما عليجنا مرات فينسقينك لكن الناس الصبور أبو السعود آيوة نحن يا جماعة نختم بالكلمة دي يقول لك إنها غشني بالمنطق وكذا وكذا وبالعقل إلى آخرين بنت إن عندك عقل حل إلينا المشاكل دي في البلد دي إن عندك عقل صلح بها والبلد دي البلد دي إبرة بيمشوا بجدوها بره وبيجيبوها راجع ما تنظر لنا في الدنيا دي الدين دا كتمل زي الدكتورة داك أربع حبات ما بتنظر كله ستة ساعات بتبلع حبة ما بتقول لن نجغ من سوا كلين بيأزنك إت الدين دا نحن اكتمل ما دارين رقع زيادة ولا دارين يوم في رمضان زيادة ولا دارين حج في غير بيت بيت الله الحرام الدين دا عندنا نكتمل ما دار لي عقل كتير دار تفهم تتعلم تطبق بس ما لكن الدين داك فرصة في الدنيا أصنع علينا عربية بموية عشان تاني من قيب صف زولتنا واللزير يكبو يبقى مارك بس ما بيش مش عندك عقل دا تسوي إلينا بس ركشة كذي تبل بالإتنين شفتها تقلبها بيجاي وتجيبها بيغادي نبقى ماركين طوال سوي إلينا موتر بمش خلف ما تسوي إلينا تنظر لنا في الدين الدين دا ما دار تنظير وابن تيمية ألف كتابا كاملا اسمه كتاب المنطق وناس المنطق ديل ذاته عصرهم بمنطقهم هون ذاته جاب لهم منطقهم تاك 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 كذا وقال لهم عندكم الزامات بتلزمكم كذا وكذا ألزموا بمنطقهم ذاته وقل لك بي حقل نحن بعقلك دا بنغنعك بعقلك دا ذاته بعقلك دا ذاته إنت هسي بتشوف ولا عمى يا بتاع العقل بشوف الآن في سوق رفاعة شغال شنو هسي كذا قيب برة ورين سوق رفاعة شغال فيه شنو وقل لك والله أنا بشوف لكن بصري دا بس حدو الطرمبة ما بشوف بعيد شديد أنا ما الزرقى يقول لك أيوة إذن الزولة اللي بيشوف عنده حد في البصر صح ولا ما صح الزولة اللي بيسمع عنده حد هسي أنا خطيت الماكرافون دا الناس اللي هناك جنب السهريج بيسمعوا هل طرش ولا بيسمع ولا عندهم سمع عندهم لكن ما سمعوا له لأنه السمع عنده حد برضو العقل دا إنت بتفهم لكن العقل عنده شنو حد زي ما البصر عنده حد والسمع عنده شنو حد عشا كي الدين دا بيديك أشياء ولذلك كنت جغيمت في الموضوع ولذلك الدين دا والآن بالعقل كذي معناه تبتم في الدين بالعقل كذي في ملك موت واحد ملك موت واحد بالعقل كذي نورك الفرق بين المؤمن والكافر شنو بالعقل في ملك موت واحد وفي زول بيموت في الصجيعة هنا واحد بيموت في العزيبة واحد بيموت في أمريكا واحد بيموت في الصين واحد بيموت في حادث في الخرطوم واحد بيموت في كالكول واحد في التراجمة واحد في التكلة واحد بيغادي في رفاحة واحد بغادي في كوسي ماتوا كلهم في دقيقة واحدة وسانية واحدة القبض كملك واحد صح ولا ما صح ايواء قل يتوفاكم ملك الموت واحد معاه اعوان ملائكة معاه صح اعوان زي ما في القرآن لكن هو واحد بيقبض الروح دي بيقول يا اية النفس الطيبة ولا يا اية النفس الخبيث واحد بالعقل كذي الشغل يعني ما بتجي هم منكرون اكير اتنين والمغابر فيها الفين نفر بيسألوا كم بمشوا لي واحد واحد ولا بيسألون في وقت واحد شغل ده بالعقل كذي بيجي معك اشاكي الدين ده ورات العقل بتجف بعد ده الله قال الاف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بشنو بالغيب ما غاب عنك ما غاب عن الحواس ده الفريق بين المؤمن يعني لو جبت الكرسي ده قلت للكافر ده شنو قل لك كرسي للمؤمن ده شنو ده كرسي ما بيختلفوا لانه ده شهادة لانه ده شعيني وشهادة لكن لو جبت مؤمن وكافر قلت لون الزول ده هدى العام بيحتضر بيموت يا يا مؤمن الزول ده بيموت بيموت كيف والله يجوه الملائكة وقابض روحه زي ما في القرآن الكافر تقول لي جوه الملائكة بصدق بيقول لك هذي كتمت نفس ثم انه ضربات القلب القلب زادت شوية ثم انها خفضت والان الكمبيوتر شغال كذا بعد شوية بيبقى سيك بعد شوية بينترم فيما لك يا كافر لا لا انا ما شفته هاب عقل ده ما بخش في شغل ده ذاته ولذلك الدين ده في حياة تؤمن بالغيب بس نؤمن بالله نؤمن بالملائكة بالغيب جزاكم الله خيرا صلى الله وسلم على نبينا محمد وبارك الله فيكم والسلام عليكم